اشتركوا في القناة اعلموا الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شكيد وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس أن يقوموا بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم فبذلك يتم إسلامهم وبه تحط أوزارهم وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض ويتشاورون على المصالح العامة وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية فبقاء الكعبة ووجود الكعبة فيه قيام دين الناس فعندها تقام الشعائر وتؤدى وهو ركن من أركان الإسلام الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام فطالما عظموها بقيت دنياهم وبقي دينهم وإذا زالت حرمة الكعبة من قلوبهم وعقدوا عليها كما يكون في آخر الزمان باعتداء ذو السويقتين من الحبشة ونقضه لها بعد ذلك تكون قيامة وعندما يزورونها ويزورون بيت الله عز وجل بحج وعمرة تغفر لهم الذنوب فالمتابعة بين الحج والعمرة تحط بها الأوزار تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومن أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة فلو ترك الناس حجة لأثم كل قادر بل لو ترك الناس حجة لزال ما به قوامهم وقامت القيامة يعني إذا هجوا والحج كما نعلم هو فرض عين على كل مسلم كان مستطيعا أن يكرر ذلك وأن يتابع بين الحج والعمرة وفي الحديث قال الله تعالى إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعريش لا يفد إلي لمحروم هو حديث حسن فينبغي للإنسان طالما كان قادرا مستطيعا أن يحرص على المتابعة بين الحج والعمرة وقوله تعالى والهدي والقلائد يعني كذلك أيضا جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قياما للناس ينتفعون بهما ويثابون عليهم والهدي ما يهدى إلى البيت والقلائد جمعوا قلادة وقد كانت توضع على الهدي حتى يعلم الناس أنه من الهدي فلا يتعرض له أحد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية وقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور الرحيم أي ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه وأنه غفور الرحيم لمن تاب إليه وأطاعه فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء لمغفرته وثوابه وتعمل على ما يقتضيه الخوف والرجاء ثم قالت على ما على الرسول إلا البلاغ وقد بلغ كما أمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك فليس له من الأمر شيء يعني هو لا يهدي الناس وإنما الذي يهديهم هو الله سبحانه وتعالى وهو فقط يبلغهم ويعلمهم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يعني فيجازيكم ما يعلمه تعالى منكم نستفيد من هذه الآيات فضيلة البيت الحرام الذي به قيام دين الناس وبقاء هذا الدين واستمرار هذا الدين في الناس فيه من المصالح الدنيوية الدينية والدنيوية ما فيه كذلك الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل وكانت العرب تحرمها كما هو دين الأنبياء كما هو من دين إبراهيم عليه السلام وهي ذو القعدة وهي ثلاثة أشهر متتابعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد هذه الأشهر يحرم على الإنسان أن يسفك فيها الدم أو يبدأ القتال أو غير ذلك من الأحكام التي لها وبذلك أيضا تقوم أمور الناس وتستقيم وفيها أيضا إثبات صفحة العلم لله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض هو بكل شيء عليم يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن بل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه جل شأنه وفيها إثبات العقاب لمن عصى الله عز وجل إلا إذا شملته رحمته ومغفرته وعفى عنه فكما أنه سبحانه غفور رحيم فهو كذلك شديد العقاب وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون التزامه بأحكامه وتكون استقامته وفيها بيان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي البلاغ يعني تبليغ الإسلام للناس وقد أدى صلى الله عليه وسلم هذه المهمة حتى لقي ربه سبحانه وتعالى وقد كان يقول للصحابة في حجة الوداع قبيل موته ألا هل بلغت اللهم فاشهد فأشهدهم على أنه قام بهذه المهمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قلوا قولي هذا وأستغفر الله رب لكم وجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين